كما خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمال 158 رحلة جوية وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف وهنا أنا بتكلم إن شاء الله نبدأ الكلام ده من بكرة صواح بكرة الجمعة إن شاء الله شعب مصر الكريم وأكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابدين على أمننا القومي المقدس نبزل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناسب أن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك ولندعو الله أن يكل الجهودنا من أجل السلام بالنجاح وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق مستفين من أجل الوطن وأمنه تجمعنا القضية وثوابتها وتحية مصر وتحية فلسطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته